وسط معطيات الميدان المعقدة تدفع جهود دولية جديدة نحو أحياء مسار التفاوض العصيب بين حماس وإسرائيل فما الذي نعرفه عن آخر التحركات في هذا الصدد؟ نقلا عن مصادر إسرائيلية فإن رئيس الموساد وافق خلال اجتماع باريس مع الوسطين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري وافق على إطار جديد للتفاوض اجتماع باريس بشأن غزة بمشاركة الرئيس الفرنسي إمانويا الماكرون ووزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن جدد بدوره الحديث عن الدفع بمصار المفاوضات وجهود دعم تنفيذ حل الدولتين كما تشاور الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي بشأن مبادرات جديدة لإطلاق صراح المحتجزين في غزة ووقف مستدام لإطلاق النار في القطاع وسط كل هذه التحركات تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استئناف الوسطاء المفاوضات بين إسرائيل وحماس خلال أيام غير أن أسامة حمدان القيادة في حماس نفى أي علم للحركة بالمساعي الجارية لاستئناف المفاوضات وشدد على أن موقف حماس هو ذاته لا عودة للتفاوض قبل وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطقهم والالتزام بقرار محكمة العدل الدولية فرص تجاوز الخلافات في أي مفاوضات قادمة بشأن هدنة غزة ليست واضحة ولكن صدور تدبير من محكمتين العدل الدولية والجنائية الدولية واعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية مستقلة كلها معطيات تدفع المحللين إلى الاعتقاد بأن إسرائيل ستكون أكثر استهجابة لجهود الوساطة غير أن تقارير أخرى ترى بأن الإشكالية أمام مختلف الأطراف حاليا هي قضية اليوم التالي للحرب معتبرة أن أغلب المشاورات تدور بشأن الترتيبات الخاصة بإدارة قطاع غزة وحركة المعابر فيه